اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اثنان تم استقبال فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حافظه الله ورعاه حيث افتتح الرئيس سفارة البرازيل في المنامة واستذكر القادة افتتاح سفارة مملكة البحرين في برازيليا في عام 2018 مسلطين الضوء على اهمية هذه البعثات الدبلوماسية في اقامة حوار اكثر سيابية بين البلدين ثلاثة اعرب القادة عن عزمهم على مواصلة تعزيز الحوار السياسي الثنائي بما في ذلك من خلال الزيارات الرفيعة المستوى وفي هذا السياق دعا فخامة رئيس الجمهورية جلالة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه لزيارة جمهورية البرازيل الاتحادية في موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية وقد قام جلالة الملك بمنح الرئيس جايير بونسونارو وسام البحرين من الدرجة الممتازة وسام الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة ومنح الرئيس البرازيلي صاحب الجلالة القلادة الكبرى للوسام الوطني البرازيلي لصليب الجنوب أربعة رحب القادة بالتوسع الملحوظ في التجارة الثنائية خلال العام 2021 ما يدل على التكامل بين الاقتصادين وإمكانات العلاقات التجارية بينهما ومن المتوقع أن تتجاوز التجارة الثنائية ملياري دولار أمريكي بحلول العام 2021 ومن المتوقع أيضا أن تصبح جمهورية البرازيل الاتحادية أحد الموردين الرئيسيين لمملكة البحرين كما أكد كلا القائدين عن رغبتهما في النظر في سبل تنويع ومواصلة دفع التجارة الثنائية خمسة كما شارك رئيس الجمهورية في ندوة الأعمال التي نظمتها غرفة التجارة العربية البرازيلية بتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في المنامة وإدراكا للتاريخ المهم للعلاقات بين القطاعين الخاصين في البلدين اتفق القادة على بذل الجهود للتقريب بينهما ورحبوا في هذا الصدد بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تعاون بين البنكين المركزيين في البرازيل والبحرين فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم بين غرفة التجارة العربية البرازيلية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وبين غرفة التجارة العربية البرازيلية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ستة إيمانا بكفاءة وقدرة الأعمال التجارية الزراعية البرازيلية لضمان الأمن الغذائي البحريني ناقش القادة إمكانيات التعاون في مجال الزراعة واتفقا على إنشاء قنوات حوار بين السلطات الصحية من أجل توسيع وصول المنتجات الزراعية البرازيلية إلى السوق البحريني سبعة أكد القادة على أهمية التعاون في مجال الدفاع وأعربوا عن رغبتهم في التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال الدفاع والتي ستشكل الأساس لمبادرات مشتركة في المنطقة وأعربوا عن نيتهم في التعاون في مجال المنتجات الدفاعية بصورة تتجاوز الجوانب التجارية والتأكيد على المبادرات المشتركة في مجال البحث والتطوير ورحبت مملكة البحرين بمشاركة القوات البحرية البرازيلية في القوات البحرية المشتركة وهي شراكة بحرية متعددة الجنسيات مقرها البحرين ثامنا شارك رئيس الجمهورية في جلسة خاصة لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي واتفق القادة على القيام بمبادرات مشتركة تحت رعاية إعلان مملكة البحرين إدراكا لأهمية التسامح والحوار بين الأديان في تعزيز السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم ورحبوا بتوقيع مذكرة تفاهم بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وتنسيق حرية الدين أو المعتقد والضمير والتعبير والأكاديميين لتابع وزارة المرأة والأسرة وحقوق الإنسان في البرازيل تاسعا أكد فخامة الرئيس جاير بولسنارو على أهمية تعزيز التسامح والتعايش لتنمية الاستقرار الإقليمي والازدهار الاقتصادي كما رحب بالاتفاق الإبراهيمي الذي تم توقيعه في العام 2020 بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل وجددت مملكة البحرين التأكيد على أن الاتفاق الإبراهيمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز السلام والتعاون والحوار بين الأديان عاشرا تأكيدا على كون المعرفة المتبادلة والروابط بين المجتمعات أفضل أساس لعلاقات ثنائية قوية ومرنة اتفق القادة على تشجيع مبادرات التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والرياضة ثم رحب القادة بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الرياضي معربين عن أهمية التحديد المشترك للمجالات ذات الأولوية للتعاون في هذا المجال كما رحبوا بتوقيع اتفاقية تعاون ثقافي تمهد الطريق لإنجاز مبادرات مشتركة وتوسيع التعاون في مجالات ثقافية عديدة مثل الحفاظ على التراث الثقافي وترجمة الأعمال الأدبية والتبادل بين المراكز الثقافية والمتاحف وغيرها كرمز للعلاقات السياسية بين البلدين رحب القادة بالتوقيع على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لأصحاب جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية في البلدين حيث تنص على تبادل الطلاب والدبلوماسيين بما في ذلك المشاركة في برامج التدريب الخاصة بهم وتبادل المعلومات حول برامج الدراسة والبحث والدورات والندوات والأنشطة الأكاديمية الأخرى وصلت القادة الضوء على دخول اتفاقية الخدمات الجوية حيز التنفيذ في تاريخ الثامن والعشرين من أغسطس الماضي والذي تفتح أفاقا للتشغيل المنتظم للخطوط من قبل شركات الطيران في كلا البلدين مما يوسع الترابط بين البرازيل والبحرين وأقر بأهمية إنشاء إطار قانوني للنقل الجوي الثنائي الذي سيعزز الترابط بين البلدين ليس على الصعيد الاقتصادي وحسب بل وعلى الصعيد الاجتماعي أيضا حيث أنه يسهل التدفق الثنائي للأشخاص والبطائع ويحفز استثمارات جديدة ويعزز تفاعل الاجتماعي والثقافي أكبر بين شعوبنا كما رحب القائدان بشهدة عضوية البرازيل في مركز الخدمات اللوجستية العالمية من البحر إلى الجو ويتطلعان إلى إقامة رحلات مباشرة بين البحرين والبرازيل في المستقبل القريب كجزء من عملية بناء الإطار القانوني لتعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل اتفق القادة على مواصلة التفاوض بين اتفاقيات التعاون في مجالات التعليم والمسائل القانونية وتيسير الاستثمار والتعاون الفني وغيرها وإدراكا لأهمية مجلس التعاون الخليجي للسلام والأمن في الشرق الأوسط رحبت البرازيل بالتطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين أعضائه ترجمة نانسي قنقر